كابتن محمود يعني برضو كانت كلام كتير لفترة اللي فاتت عن تصرف كهرباء والمشكلة اللي حصلت ونسبة بدأت تربط شوية ما بين المشاكل اللي حصلت مرة مع الشناوي مرة مع عمرو السلية طبعا المشكلة اللي راح مثلا في مطشا كاس العالم اللي عندها طلع صفح الجماهير وصفح أبو تريكا فاخترق الفقاع الطبية اللي كانت معمولة هناك فهل انت شايف ان محمود عبد المنام الكهرباء في ظل المشاكل ديت هل ممكن يستمر مع نادي الاهلي ولا ممكن يبقى يراجع نفسه الفترة اللي فاتت ده خلينا اقولك ان الكهرباء اللي عيب كبير جدا لكن انا مستغرب من صبر نادي الاهلي عليها مستغرب اه طبعا لانك انما بيحصل حاجة مننا وده كان بتحصل في اجال قديمة او اجال اللي فاتت ان اي حد بيعمل اي تصرف كان بيتعاقب بيتعاقب بشكل كبير جدا لكن انا مستغرب من الكهرباء ان هو بيعمل التصرفات ديت والنادي الاهلي صابر عليه بشكل كبير تفتكل ايه لا معدي يسأل فيها الجهاز الفني انت وديك نظرك ايه هو جايب مبلغ كويس مبلغ كبير جدا ولا عشان جايب من الزمالك لا انت لو جايب من الزمالك فالناس في النادي الاهلي مش عايزة تثبت انه هو بتاع مشاكل بس لما هو لعيب كويس هو لعيب كويس جدا اول عيب كويس بس لو ركز في الملعب ولتزم بالتعليمات والتزم بقواعد ومبادئ النادي الاهلي هيبقى احسن من كده وهيفيج منتخب مصر لكن عشان انا مش ع?, انا مش عاويل تول السن joue عمل مشاكل او اعمل، او اخترق النظام اللي معمول في الفرقة او مخترك التعليمات النادي او اسلوب النادي او مبادئ النادي فدي حاجة مشكلة يمكن اعمل مشاكلة مع سعده الحفيز اعمل مشكلة مع الشناوي عمل مشكلة في قطر سلايا عملت مشكلة ممكن السلايا بيكلمه على فكرة السلايا في المطش المريخ بيه هديه وبعدين أعز أقولك الحاجة لعبت المريخ السيداني أو السيداني عمتها اللعبة محترمة وبعدين إخواتنا ضيوف أنا حتى لو في مشاكل بالذات في دول كده معينة هم تتعامل مع يعني مصر دايما بتتعامل معهم على أنهم واحدة أو اللعبة المصرية أنت بتحس أنت رايح السيدان أنت لك رايح أسوان وراجع وناس بتحبنا جداً وبتتفرج علينا بس لوكاسي يعني ممكن تبقى شدة ملعب لكن لما زميلي يقول لي خلاص خلاص خلصت لأنه هو ممكن في الملعب بس لن بتبقى نرفازها لكن بعد المطش ممكن بيخرجوا مع بعض بيقصار لكن ليه داعي أن أنا ممكن أرد عليه في الملعب أو أن أنا أشد معاه في الملعب خلاص هو السلايا بقولك خلاص أو بيهديك مش عايز يخركك عن شعورك ركز في الملعب ركز في المطش لكن ما ردش علي فهده مشكلة بيره فهده مشكلة بيره